برضو البعض شايف ان الخسائر دي لقدر الله ممكن تؤثر بالسلب على الفريف لقاء الزمالك لأ يعني ان شاء الله بإذن الله بالعكس ده ممكن يبقى دافع قوي جدا لان اي لعب كورة اي لعب كورة بالذات لما بيكون بيلعب في نادي كبير زي النادي الاهلي لما بيخسر ماتش وانا اتعملت مع اجيال عظيمة داخل النادي الاهلي وفي جيل انا كنت من حسن الحظ لانا اتعملت معاه جيل ابوتريكا وبركات والجمعة وعمد متعب وفلافيو جيلبرتو واسلام الشاطر اسامة كبيرة جدا وعمد النحاس وشهد محمد اسامة كبيرة اتعملت معاه في التوقيت ده لما كانوا بيخسروا ماتش كانوا بيستنوا الماتش اللي جاي عشان يقدروا يصلحوا جماهرهم لما كان بيقدي شوط سلبي كان بينزل الشوط التاني بيعمل نتيجة عكسية ونتيجة ايجابية عكس اللي حصل في الشوط الاول اتمنى الروح اللي شفتها مع الاجيال العظيمة اللي عشت معاه في السنوات السابقة تقدر تعمل ده في مباراة الزمالك انت عندك مباراة تقدر تمحي فيها الصورة التاريخية اللي ظهرت خلال اخر شهرين في لقاء الزمالك اللي جاي عايز تثبت عكس اللي كان بيتقال عليك عندك لقاء الزمالك اللقاء ده لما كان بيتصعد فيه اي لعب ناشئ كان بيبقى على طول مولد نجم بداية معرفة الجمهور والصحافة والاعلام بنجم جديد جوه الفرقة او جوه للمباراة ومباراة كتيرة شهدت ولادة نجوم عديدة ظهرت في مباراة القمة فبالتالي رسالتي للعيبة عندك مباراة مهمة على بطولة يعني ما فيهاش تعادل يا تكسب لقدر الله او تخسر يعني تكسب باذن الله او لقدر الله تخسر فبالتالي ما عندكش بديل على فكرة ان انت لازم تكسب بس عشان تكسب لازم تثبت للناس بقى اللي انت فعلا جدير بالاستمرار داخل النادي الاهل وجدير انك عندك دوافع تقدر تخلقها نفسك مع كل مباراة مهمة الفرقة اللي كثبت بيراميز 3-0 وتخسن من بيراميز بالشكل اللي شوفنا 2-0 لا الفرقة دي اكيد في مرحلة ممكن نقول غبوط في المستوى لكن مش ده اداءهم مش ده مستواهم فبالتالي دور اللاعبة الكبيرة ان هي تفوق نفسها وان هي تفوق زميلها وان الناس تأي جيدا اهمية المباراة اللي جاية المباراة اللي جاية هي فرصة عشان تقفل اي جدل او اي مساحة لأي حد عايزة تربص بيك يعني انا هديكم مثال انا كنت متابع السوشيال ميديا واللي بتألف البرامج واللي بتكتب حتى في المواقع والصحف لقيت ناس كتيرة جدا بتحاول تثبت ان مثلا لما كنت بتلعب الزمالك ان الزمالك بالناشئين وبعدد سكواد قليل جدا بيكسب كل الفرق وبينافس على الدوري عايز حتى يوصل لك احساس ان تاريخك لما كنت بتكسب الزمالك بدون لعبي المنتخب او بدون الصف الاول او بيلعبي قطاع الناشئين ما كنتش بتحقق نتائج جيدة يعني وصل حتى المرحلة انه عايز يلعب في التاريخ وينسيك ان انت حتى على مدار التاريخ لما كان عنده غيابات عديدة جدا كنت بتكسب الزمالك يعني احد اللعيبة الصابقين بدون ذكر الاسماء طلع قالك يعني مثلا يعني قالك ده لو الاهل بيلعب الدوري السنادي بالشكل اللي بيلعب بالزمالك وعنده الاسكواد قليل ولعيبة مصابة كتير كان النادي الاهل قفل قالك كده كان النادي الاهل قفل تخياله لو وصفة قال كده تخياله لو وصفة قال كده الاهل كسب في 2014 دوري على الزمالك وكسب الزمالك لما كان الزمالك عنده أفضل لعيبة في التوقيت ده وكان بيقوده مدير فن مؤقت الكابتن فتح مبروك والأهل كسبه وخد منه الدورة الربعية الدوري في 2014 لو تتذكروا مش هروح لبعيد أوي كمان ده لو بتكلم في 2014 لما كان دوري المجموعتين فالأهل كسب بالصف الثاني أوه مش بالصف الثاني ده الأهل كسب بلاعب اخطاع الناشين اللي تصعدوا لو تتذكروا المرحلة دي كان من بيلعب في الفريل أول اللاعباتي كانت لسه متسعدة للفريل أول وسجلت حتى معهم في قط اللفس اللي كان عنده 17 سنة و16 سنة كسب وخد دوري الأهل كسب الزمالك بالصف في قطاع الناشئين مش هرجع بقى للتامنات والتسعينات السنة اللي فاتت الأهل اللاعب الدوري التاني مع الزمالك بغياب عشر لعيبة أبرزهم محمد الشناوي أبرزهم محمد الشناوي وكان حارس المرمى علي لطفي وغياب علي معلوله ومحمد شريف وقاسم كتير وعمر السلية اللاعب اكتراك جدا كانت غيبة ومع ذلك الأهل عمل نتيجة مع الزمالك بل بالعكس الزمالك هو كان بيلاحق الأهل كان بيلاحق الأهل لأنهما عارفين دايما أن المباراة القمة بين الأهل والزمالك العامل النفسي هو في المقام الأول فبالتالي بيستغلوا أي نتاك سلبية قبل ما تخشوا على مباراة القمة وبيلعب في الهيستوري بيخلي الجمهور من نفسه كده بيقدر يتكلم في تفاصيل هو لو قعد وفتح التاريخ وشاف اللي تكتب وشاف مباراة الأهل والزمالك يعرف أن الأهل تاريخيا سواء بالصف الأول أو بالصف التاني أو حتى بيلاعب اقطاع الناشئين يقدر يكسب الزمالك على مدار التاريخ دي يعني حاجات احنا كلنا عارفينها لا هتكلم في فترة التمانينات ولا فترة التسعينات وأن الأهل سعيتها لما وقف عدد كبير جدا من نجوم الفريل الأول ولعب بقطاع الناشئين كسب الزمالك 3-2 وسعيتها كان بيلعب في الزمالك أسامي كبيرة وعظيمة لكن الأهل على مدار التاريخ بيبقى متفوق على الزمالك نفسيا قبل ما تكون متفوق عليه فنية لأن التفوق المعنوي زاد التفوق الفني بنشوف نتائج كبيرة 5 و 6 و 4 وكلنا نشوفنا ده في السنوات الأخيرة فبالتالي الجزء المعنوي والنفس الفترة الحالية لازم الناس تشتغل على فكرة أنهنا حتى لو فيه هبوط في المستوى لأ أنت تقدر تكسر الزمالك أنت داخل مباراة الزمالك وأنت ليدينج عليه وأعلى منه بالتاريخ بالأرقام بالحلم نفسية والمعنوية ارجع لمباراة القمة لما كان دايما حضور جماهيري بصوا على مدخل أو بصوا على مشهد مدرجات الأهلي ومشهد مدرجات الزمالك أنت بتبقى متفوق قبل ما بتنزل الملعب فبالتالي رسالة للجمهور أنت داخلين مباراة القمة حتى لو النتائج متزبزبة الفترة الأخيرة وفيه هبوط في المستوى بس أنت متفوق على الزمالك نفسيا فإوعى حد يلعب معك في الجزء النفسي ويحاول يقلل من قدرات لعبتك أو إمكانيات لعبتك لأن الثقة مهمة جدا الثقة مهمة جدا كلنا عارفين أنه فيه هبوط في المستوى وكلنا عارفين نتائج الأخيرة سلبية بشكل يعني ما حدش فينا يتقبله ولا حد أصلا بيتمناه لكن في نفس الوقت مباراة القمة يوم الخميس فرصة عظيمة لك عشان تتخطى المرحلة اللي أنت فيها لو كسبت الزمالك إن شاء الله أو إذا بإذن لك سبت الزمالك يوم الخميس انت خدت بطولة كاس ودخلت في المنافسة على الدوري وصدرت حالة نفسية ومعنوية للفري المنافس والإعلام اللي بيوالي للفري المنافس سواء إعلام بيواجهك بشكل مباشر أو إعلام بيواجهك بشكل غير مباشر وإنتوا عارفين اللي بيواجهك بشكل غير مباشر بيبقى قصده إيه والرسالة بيوصلها لك إيه وإيه اللي بيتكتب على السوشيال ميديا عشان يهز ثقة الجماهير في اللعيبة وفي النادي دي الرسالة اللي كنت عايزة أوصلها للجمهور وفي نفس الوقت أوصلها لللعيبة الجمهور ثقة وما تهتزش في الفرقة يدعم الفرقة يدعم اللعيبة الكبيرة على معلول الشناوي الشريف السولية ديانج كل اللعيبة الكبيرة اللي في الفرقة اللي عملت إنجازات طيبة في السنوات الأخيرة وفي نفس الوقت اللعيبة تخلى لنفسها دوافع مش محتاجة مدرب مش محتاجة إدارة انت كلعب من جواك تخلى لليك دوافع على مباراة كبيرة زي دي ماتش القمة مش محتاج المدرب يقولك انزل وعمل ويحمسك انت من جواك لازم تكون متحمس عشان تثبت وجودك ومكانتك في مباراة كبيرة زي دي قدام العالم كله بيتفرج عليك ومن حسن حظك ان المباراة دي جاية في التوقيت ده المباراة دي لو اتأخرت شهر كنت أقولك انت عندك مشاكل واتواجه صعوبات وضغوط نفسية لكن بالعكس المباراة اللي جاية دي فرصة لك عشان تخرج من كل الضغوط النفسية اللي انت واجهتها في الفترة الأخيرة واللي البعض بيحاول يصدر لك ضغوط أكتر في الفترة اللي جاية أخرج لفترة